ما كثير بهمني اليوم أعرف والمشاهدين شارع العربي يعرفوا بالضبط على قدكم مع الجيش بمعنى كثيرون يحسدون اليوم الشارع المصري أنه جيشه وطني وقف إلى جانبه وليس ضده ولكن أيضا كثيرون يخافون من أنه هي راية لعودة النظام العسكري وهي نوع من انقلاب عسكري بالنتيجة يمسك كل السلطات بيده أنتم كتمرد متى بدأتم تنسقون حركتكم مع الجيش شو هي طبيعة العلاقة اللي بتربطكم مع جيش المصري قبل نزوله وقبل المهلة وقبل الإنزار يعني قبل 30 يونيو هو ما كانش فيه بيننا وبين الجيش أي اتصال على الإطلاق إلا اليوم قبل الاجتماع معه اليوم الذي أعلن فيه البيان العسكري النهائي الذي أزاح مرسي عن السلطة ما كانش فيه أي اتصال بيننا وبين الجيش على الإطلاق إلا لما يعني حددنا تم تحديد موعد بيننا وبين الجيش لاجتماع تاني يوم علشان نشوف الوضع هيكون إزاي في البلاد قبل كده ما كانش فيه أي اتصال بين الجيش على الإطلاق الجيش بقى فقط هو من رأى الناس في الشوارع نزله ملايين نزلت الشوارع كان يترقب هل ستنجح الحاملة أم ماذا؟ يعني لما لقى الناس كلها نزلت الشوارع قال طيب أنا لن أغض الطرف ولن أصم أذني عن هذه الملايين التي نزلت إلى الشوارع لذلك استجاب الجيش إلى حملة تمرد واستجاب إلى أصوات هذه الجماهير ولكن لم يكن أنك اتصال على الإطلاق بيننا وبين الجيش أنا عايزة أقول حاجة هل ما حدث في مصر هو يعني ما فعله الجيش هل هو انقلاب على إرادة الشعب أم تنفيذ لإرادة الشعب اللي حصل يكون انقلاب في حالة واحدة إذا الجيش نزل بالدبابات والطيارات وحصل الأماكن وحصل المنشآت وأعلن أنه هو الحاكم العسكري والذي سيحكم البلاد وما إلى ذلك لكن هذا لم يحدث الذي حدث أن الجيش أولا استمع إلى الإرادة الشعبية وأراد أن ينفذها ثالثا ثانيا الجيش مهمته الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وما يحدث الآن في مصر هو تهديد للأمن القومي للبلاد بالكامل لأن فيه تهديد بحرب أهلية بالفعل في البلاد الناس لذات الشوارع بدأ الجماعة الأخوان المسلمين يحاولون ما يعتدوا عليهم والناس مصممة على رحيل محمد مرسي ونظام جماعة الأخوان المسلمين لذلك الجيش تدخل تنفيذا للإرادة الشعبية الجيش تدخل حفاظا على الأمن القومي إذن ما حدث ليس عنقلاب ولكن تنفيذ للإرادة الشعبية اللي حصل أن الجيش بعد ما قاعدنا شبابنا قاعدوا مع الجيش وتكلموا وعرضوا الرؤية بتاعتهم والطرح بتاعهم وحصل اتفاق فيه الرؤى والجيش طلع بيانه اللي أزاح فيه محمد مرسي واستجاب فيه للأصوات الجماهير تن يوم على طول تم تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا والجيش لا يحكم مصر الآن على الإطلاق ولكنه يؤمن البلاد في الشوارع ويمنع